اشتركوا في القناة هذه الجوانب والمراتب في اتقان التجويض فإن عندنا قسمان قسم نظري وقسم تطبيقي عملي قسم علمي نظري وقسم عملي تطبيقي نأتي للقسم للتجويض النظري عندنا يعني مدارج ومراتب فليبدأ الطالب بتحفة الاطفال يحفظها منظومة يسيرة وبسيطة تعرفونها وتحفة الاطفال والغلمان للشيخ سليمان الجمزوري يحفظها ويتقنها ويعرضها على شيخ ويشرحها له أو الآن المواد موجودة متاحة على اليوتيوب الحمد لله حتى من لم يجد شيخا يعني مباشرا يجد من يشرح له وإذا أتقن هذا ينتقل بعد ذلك ويعني قرأ شرحا لها كفتح الأقفال أو من حذ الجلال كما سيأتي انتقل إلى حفظ المقدمة الجزرية وأتقنها وقرأها على شيخ وضبط المتن على شيخ ويقرأ بعد ذلك شرحا لها أو مع ذلك يعني ممكن يحفظ ويقرأ الشرح في نفس الوقت يحفظ ويقرأ الشرح وإن قرأه على شيخ فهو لا شك أنه أفضل فإذا انتهى مثلا من الجزرية يترقى يأخذ مثلا لألي البيان يأخذ مثلا التحفة السمنودية يأخذ مثلا السلسبيل الشافي وإن اقتصر على الجزرية والتحفة فهذه تكفي للمبتدئ والمتوسط يعني كافية إن شاء الله مع دراسة الشروح سيأتي التدريج في الشروح والكتب كما في الشرائح التالية مثلا عندنا تحفة الأطفال لها شرحان مشهوران وربما هناك شروح أخرى يعني أقل شهرة لكن أشهرها شرح فتح الأقفال شرح تعفة الأطفال للجمزوري وبنحد الجلال للضباع وكلهما مختصر لأنه كما يعني في النون والتنوين والمدود يعني هو بدأ بأحكام يسيرة فقط بالنون والتنوين والمدود لم يكثر من الأحكام في هذه المنظومة ولذلك فإن يعني الشروح الموجودة فيما أعلم شروح مختصرة وكافية إن شاء الله يعني قرأ لكن كما قلنا يكرر الشرح لا تقرأ الشرح مرة واحدة يعني أنا يمكن قلت لطلابي أكثر من مرة قلت لهم أن بعض الكتب القراءات والتجويد قرأتها أكثر من عشر مرة يعني الوافي في شرح الشاطبية قرأته أكثر من عشر مرة وشرحته كاملا مرة وشرحته بالأصول منه مرتين غير المرة الأولى بل والثانية كان فيها نصف الفرش أيضا فرش الحروف يعني الإضاءة للضبع رحمة الله عليه في أصول القراءة قرأتها ما لا أحصيه كثرة يعني أظنها تفوق العشرين مرة كل مرة تظهر لي معاني وكل مرة أقيد وأكتب وألخص وهذه القراءة النافعة ما قرأة جريدة ولا قرأة منشور في الفيسبوك ولا في تويتر هذه القراءة يعني ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر يثبت غثرة الترداد والتكرار يثبت أيضا بعد ذلك عندنا الجزرية بثنين الجزرية شرح الدقائق المحكمة شرح الشيخ زكريا الأنصاري شرح مصيط وأيضا الفائد المفهمة لابن يالوشة التونسي شرح مختصر ومفيد ومركز وأيضا هناك للدكتور صفوة سالم شرح فتح البرية شرح المقدمة الجزرية معاصر الشيخ وحي يرزق حفظه الله ونفع به أيضا من الشروح يعني من أنهى هذه المرحلة يترقى إلى مرحلة أعلى فهناك الطرازات المعلمة لعبد الدايم الأزهري تلميذ بن الجزري وأحسبوا أن غالبية شروح الجزرية موجودة تحقيقات أكثرها أخذت العناوين من هذا الشرح لأن ابن الجزري كتب الجزرية كمنظومة متتابعة ما يعني ما بوابها في التقسيم إنما يعني كتب المنظومة متتابعة بلا تقسيمات ولا أبواب وهم بوابوها الشراح وأيضا من الشروح النافعة الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية للتاذي في الحلبي وأيضا هناك شرح معاصر نافع وشروح كثيرة ليست هذه فقط وهو الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمل هذه الشروح في نسبة للمرحلة المتوسطة لمن يعني أنهى المرحلة الأولى تحفة الأطفال الشروحها والدقائق المحكمة وما ذكرناه من الشروح في المرحلة الأولى ينتقل إلى هذه المرحلة بعد ذلك هناك مرحلة المتقدمين الشروح الأكثر تعمقا والأطول كالمنح الفكرية لملة علي القاري سلطان علي ملة قاري وأيضا الجواهر المضية لسيف الدين الفضالي وشرح المقدمة الجزرية لغانم قدوري الحمد يعني غانم قدوري الحمد الأستاذ الدكتور حفظه الله له شرحان شرح مختصر وهو الوجيز وهو نافع جدا وهناك شرح موسع وهو شرح المقدمة الجزرية الكبير يعني أظن يقع فيه ما يقارب سبعمائة صفحة اعتنى فيه أيضا بإيراد أقوال علماء الأصوات وهو نافع جدا لكنه في مرحلة المتقدمين لا ينصح به في مرحلة الإيش المبتدئين وكما جاء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره يربون الناس بصغار العلم قبل كباره ومعلوم أن الصغير قد يغص بما يأكله الكبير يعني أنت لو أخذت مثلا أي شيء تأكله مثلا خيارة ولا جزرة ولا كذا والصغير يعني أخذ قطعة كبيرة كذا هذا قد تؤدي به إلى يعني مصيبة فالصغير قد يغص بما يعني بما يطعمه الكبير فلذلك لا بد من التدرج لا بد من التدرج أيضا من الأشياء النافعة كذلك لطالب العلم القراءات مع هذه الشروح أيضا أن يأخذ متدرجا في كتب تجويد المحررة المحققة من ذلك البرهان لمحمد الصدق محاوي برهان في تجويد القرآن وغاية المريد في علم التجويد ليعطيه قابل نص والتجويد المصور للشيخ الدكتور المحقق أيمن سويد حفظه الله وهذه الكتب جد نافعة للمبتدئين وربما ندخل يعني غاية المريد للمتوسطين أيضا لأنه فيه شيء من التوسع رغم اختصار التجويد المصور إلا أنه مختصر مركز محرر نافع جدا وفيه أيضا على اسمه مصور فيه الصور مفيدة جدا لضبط المخارج والصفات وطبعا هذا كله كل الكتب وكل الشروح وكل هذا لا يغني عن الشيخ كل هذا لا يغني عن الشيخ في المرحلة الوسطى هناك نهاية القول المفيد لمحمد مك نصر الجريسي وهذا قال إنه جمعه من ثلاثة أو أربعة وعشرين كتابا من كتب التجويد وشروح الجزرية وهذا نافع جدا لكنه يعني يحتاج أن يكون عند الطالب تأصيل سابق تأصيل سابق لا يبدأ به وكذلك فن الترتيل وهو نافع جدا لشيخنا الشيخ أحمد الطوير رحمة الله عليه وحكام قراءة القرآن الكريم للقارئ المجيد المتقن فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله على الجميع هذه في المرحلة المتوسطة طبعا لما نقول في المرحلة المتوسطة يعني المبتدئ يكفيه كتاب واحد يعني لو اكتفى المبتدئ مثلا بالتجويد المصور أو بالبرهان يكفي أو بغاية المريد يكفيه يكفيه ولو أراد المتوسط أن يكتفي مثلا بنهاية القول المفيد أو فن الترتيل أو هداية القارئ أو أحكام القرآن الكريم يكفيه أيضا يعني لا يشترط أن يأخذ كل الكتب لا يكفيه كتاب واحد في كل مرحلة بعد ذلك في مرحلة المتقدمين هناك كتب للمتقدمين الأئمة طيب بعضهم يقول لا هنا لابد أن كتب المتقدمين هي الأولى دعم هي الأولى صحيح لكن هذه كتب المتقدمين لا يفهمها المبتدئ أصلا ما يفهم يعني لو ابتدأ بالرعاية أو ابتدأ بالتحديد أو التمهيد أو الموضح أو جهد المقل ما فهم فلذلك لا بد أن يترقى عندئذ تكون عنده الآلية والقدرة على أن يفهم كلام الأئمة على أن يفهم كلام الأئمة المتقدمين في كتبهم أما بدون هذه الآلية فصعب جدا على المبتدئ أن يدخل مباشرة إلى كتب أئمة القراءة أئمة كبار مك بن أبي طالب وأبو عمر الداني كلا هما من علماء القراءات الكبار جدا وهما في القرن الخامس وأبو عمر الداني من أكابر أئمة هذا الفن يعني في علوم كثيرة والشاطب رحمة الله عليه نسج قصائده الثلاث على كتبه نسج الشاطبية على التيسير نظم التيسير ونسج نظمة الزهر على كتاب البيان في عد أي القرآن ونسج عقلة أتراب القصائد التي هي فيه الرسم على كتابه اللهم صلى الله عليه وسلم المقنع فهذا من كبار الأئمة من أكابرهم من كبار محققيهم وأيضا مك بن أبي طالب القيرواني له الرعاية ولأبي عمر في هذا العلم التحديد ولأبي العلاء الهمداني حافظ المشرق أبو العلاء الهمداني المقرئ الكبير كتابه التمهيد ولعبد الوهاب القرطبي هذا غير المفسر صاحب أحكام القرآن عبد الوهاب القرطبي له الموضح وللمحمد المرعشي جهد المقل وبيانه جهد المقل هذا الكتاب الأصلي وشرحه في بيان جهد المقل وهو كتاب نافع جدا بعد ذلك إذا انتهى الطالب من استكمال هذا فلا بد أيضا له من بعض المكملات في علم التجويد بعض المكملات الهامة من أهمها الوقف والابتداء ورسم المصحف الوقف والابتداء هو من أهم العلوم التي ينبغي أن تتوجه إليها عناية طلاب التجويد لأن هذا العلم له أجل الأثر في حسن التلاوة وجودة القراءة فهو يوقفه على المواطن التي يحسن الابتداء بها ويحسن القطع عليها ويحسن الوقف عليها أما يقول واحد الذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له ويقف ماذا يقل لهذا؟ هل هذا يفهم ما يقرأ؟ ما يفهم أو يقول وأود خلال الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وبعدين يبدأ يقول الأنهار خالدين فيها الأنهار خالدين فيها؟ هما خالدون في الأنهار؟ هذا علم الوقف والابتداء يرشده إلى أين يبدأ وأين ينتهي وهذا من أهم ما ينبغي للقارئ بعد إتقان الحروف بعد إتقان التلفظ بالحروف مفردة ومركبة وإتقان الحركات ومراعاة كمالات الأداء لابد مع ذلك أن يحسن الوقف والابتداء لذلك قال ابن الجزري رحمة الله عليه وصح بل تواتر عندنا مش صح فقط ولكن بل تواتر عندنا تعلمه أي الوقف والابتداء والاعتناء به من السلف الصالح وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة ولذلك اشترط على كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء يقول قائل هذه عند أئمة الخلف نحن نأخذ بالسلف فقط الخلف أدرى بطلابهم الخلف أدرى بطلابهم السلف وطلابهم وعندهم القريحة وعندهم العربية وعندهم اللغة وعندهم يعني تمييز بين مواضع الوقف والابتداء يعني ما عندهم مشكلة لكن الآن الطلاب يعني لو بدون هذه العلمات وبدون دراسة في هذا العلم يقفون وقوف شنيعة ويبتدئون ابتداءات قبيحة جدا فهذا يعني من العلوم التي ينبغي العناية بها حتى حتى عند جمع القراءات قال وجمعنا نختاره بالحرف بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه ثم قال فليرعى وقفاً وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء يعني حتى وأنت تجمع القراءات لابد أن تحسن الأداء ولابد أن تراعي وقفاً وابتداء لا تترك هذا حتى وأنت تجمع القراءات من الطرائف أحد الإخوة كان يقرأ علي يعني قالون وأبو عمر يعني قرأتين أو ثلاثة كنا قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ثم أراد أن يعطف أبو عمر قال في الدنيا والآخرة هذا ما في إشكال عطف الدنيا ثم قال المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة قال له آخي اتق الله قال ماذا قلت قلت المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة يعني أنت عشان بتجمع القراءات لخبط الأحكام فلابد أن يراعى هذا للقارئ حتى ولو يقرأ بجمع القراءة أيضا من العلوم الهامة رسم المصحف ولذلك عد رسم المصحف من أركان القراءة الصحيحة نقبل قراءة لا بد أن توافق السواد لا بد أن توافق رسم المصحف فمنقول وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة كل سفينة صالحة غصبة هذه القراءة تنسب إلى ابن عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن وإمام المسلمين هل تقبل هذه القراءة لا تقبل حتى وإن جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه طبعا هذا له تفصيل لماذا لا نقبلها هذا له تفصيل النقل للقرآن لا بد أن يوافق المصحف ولا بد أن ينقله القراءة نقلا متواترا صحيحا أو على الأقل صحيحا مستفاضا مشهورا ويتلقى بالقبول هذا مثل هذا الذي ورد عن بعض الصحابة قد يحملونه على أنه نسخ تلاوة أو يحملونه على أن بعض الصحابة كان يكتب التفسير فجاء بعض النقلة نقلوا التفسير مع القرآن لكن هذا الأمر ضبطه أئمة القراءة فنقلوا ما صح وما ثبت في العرضة الأخيرة نقلا متواترا طبقا أمة عن أمة تنقل هذا القرآن فلذلك عدوا موافقة المصحف قالوا فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فلا بد أن يوافق رسم المصحف لما يقول وسيعلموا الذين كفروا لمن عقب الدار أو سيعلموا الكافرون هذه رغم أنها تنسب إحداهما إلى أوبي وأحداهما إلى ابن مسعود فلا يقرأ بها قرآن قرآن كقرآن لا يقرأ بها لأنها تخالف المصحف المصحف وسيعلم الكفار والكافر قراءتان متوترتان وكلاهما يحتملوها رسم المصحف قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه وإنما نرى القراءة عرضوا القراءة على أهل المعرفة وتمسكوا بها مخافة أن يزيغوا بين اللوحين يعني عما رسم كتب في المصاحف بزيادة أو نقصان ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب الرسم يعني ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز تركها فهذا رسم المصحف وهذا رسم المصحف يعيننا في أمور نتكلم عنها حين نأتي إلى الكتب الخاصة بالرسم المصحف الآن بالنسبة لكتب الوقف والابتداء عندنا كتب الوقف والابتداء كل الكتب التي نذكرها هذه كتب مقترحة كتب مقترحة قد يكون هناك كتب أخرى أفضل أو أحسن منها لكننا نقترح كتب نقترح هذه مقترحات منا من كتب الوقف أو الابتداء للمبتدئين المقصد لتلخيص ما في المرشد للإمام زكريا الأنصاري وهذا طبع على هامش منار الهدى للأشموني طبع على هامش منار الهدى لا أدري هل طبع مستقلاً أم لا لكنه طبع على هامش منار الهدى للأشموني وأيضاً من الكتب النافعة في هذا التي تؤصل هذا العلم تضع أصولاً لهذا العلم معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف الابتداء للحصري وهذا نقرره دائماً على الطلاب عندنا حين يقرأ أو القراءة له عندي ألزمه بقراءة هذا الكتاب وأتدارسه معه أو أختبره فيه وهذا مهم أن يعلم كيف يعني الأصول ما هو الوقف الحسن والوقف الكافي وما هو الوقف القبيح وما هو الوقف التام وكلا ما تنقف عليها ونعم وبلا ووقوف التعسف ونحو ذلك هذه الأمور كلها مما ينبغي العناية بها هذا بالنسبة للمبتدئين أما بالنسبة للمتوسطين فهناك المكتفى للإمام أبي عمر الداني والقطع والاقتناف لأبي جعفر النحاس والوقف والابتداء وأثرهما في المعنى للشيخ عبد الكريم صالح وهو حي يرزق ورئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الآن حفظه الله هذه الكتب لم نتوسع في كتب المتقدمين لكننا اكتفينا بالمبتدئين والمتوسطين هذه الكتب أيضا بالنسبة لمن لا يجيد العربية لا بد أن يدرس شيئا في العربية لا بد أن يدرس شيئا في العربية حين يقول له هناك تعلق لفظي وتعلق معنوي كيف يعرف التعلق اللفظي العرابي وهو لا يدري ما الفاعل وما المفعول والجملة الوصفية والجملة الحالية والجملة البدلية ولا يعرف الاشتغال ولا الإعمال هذا كله لا بد أن يدرس ولو مختصرا الآج الرومية أو ما في مرتبتها من المتون المختصرة مع الشرح والشروح الحمد لله يعني كثيرة ومتوفرة الآن على الشبكة أما من لا يستطيع مع كل ذلك أن يضبط الوقف والابتداء فليلتزم بمواضع الوقف في مصحفه فليلتزم مواضع الوقف ولا يخترع وقوفاً ولا ابتداءات لأنه ربما أتى بطوام وهو يظن أنه يحسن صنعاً أما بالنسبة لكتب الرسم فنحن اكتفينا فيها لأن هذه المحاضرة ليست للقراء والمقرئين وإنما هي لكل متعلم للقرآن الكريم ومعلم يعني في مرتبة الإجازة مثلاً بحفص أو بقالون أو بورش في دول المغرب فهذه الكتب التي نذكرها تكفي المتعلم والمعلم يعني لذلك احنا ذكرنا في التجويد ثلاثة مراتب وذكرنا في الوقف والابتداء مرتبتين اللي هم المبتدئين والمتوسطين وذكرنا في محاضرة المنهجية العلمية والعملية في تلقي القرآات ذكرنا كل المراتب في كل الكتب وفي كل العلوم المتعلقة يعني في الرسم ذكرنا ثلاث مراتب وفي الوقف والابتداء كذلك المتدئين ومتوسطين ومتين وهكذا والمحاضرة موجودة على اليوتيوب يعني من حوالي سنتين أو ثلاث سنوات موجودة ولله الحمد من كتب الرسم المقترحة هناك مختصر مفيد للإمام المتولي رحمته الله عليه اسمه اللؤلؤ المنظوم منظومة حوالي خمسة وسبعين بيت شرحها في الرحيق المختوم وهي نافعة جداً نافعة جداً لو اكتفى بها القارئ يعني الذي لا يريد أن يتوسع في علم الرسمي كفته وأيضاً هناك الميسر في رسم المصحف كتاب للدكتور غانم قدوري الحمد وأيضاً يعني فوق ذلك يعني سمير الطالبين للشيخ علي الضباع وسبق لنا شرحه شرحنا النصف الأول منه اللي هو الرسم وهناك أيضاً كتاب مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف لفضيلة الشيخ الدكتور حازم حيدر الكرمي حفظه الله وهذا الخاص بالتجويد النظري والمقدمات التي سقناها والمدارج وكذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه المعلم